الى صحيفة ياني شفق الفلسطيني سامح ساعد ضحايا زلزال تركيا وقتل برصاص اسرائيلي في الضفة الغربية قبل ايام عاد الفلسطيني سامح اقطش من منطقة الزلزال جنوبي تركيا بعد مساهمته في اغاثة المنكوبين ليواجه مصيره مقتولا برصاص اسرائيلي دفاعا عن قريته الصغيرة زعترة امام هجمات المستوطنين جنوبي نابلس اقطش البالغ من العمر سبعة وثلاثون عاما التي تقول عائلته انه كان محبا للحياة ومساعدا للاخرين في بلدته وفي تركيا التي عشقها اصيب برصاصة في البطن اسفرت عن حدوث نزيف داخلي والاحد اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشاد اقطش واصابة عشرات في اعتداءات للمستوطنين نفذوها على الفلسطينين بحماية من الجيش الاسرائيلي ونقل مراسل الاناضول عن شهود عيان ان عشرات المستوطنين وبحماية من الجيش اقتحموا بلدة حوارة من ناحية دوار سلمان الفارس قرب مستوطنة يتسهار من ناحية حاج الزعتر العسكري ونفذ المستوطنون اعمال العربدة وذكر ايضا الواصل للاناضول ان سامح خرج اربعين يوما داعيا في تركيا وتربطه كما العائلة علاقات قوية مع الاصدقاء والتجار في الجنوب التركي ووفق واصل وزع سامح نحو الشاحنتين من المواد الغذائية والاغطية والفراش في المناطق التركية التي ضربها الزلزال واضاف ما قدمناه للاشقاء في تركيا قليل وهو شيء لا يذكر ولهم في القلب مكانة كبيرة سامح نقل لعائلته قصصا حزينة عن حجم الدمار ومعاناة المتضررين وفور عودته الى القرية بدأ العمل مع بلدية بيتا لشراء معدات ورافعات واجهزة استشعار حراري لاستخدامها حلوقوع زلزال في فلسطين اشتركوا في القناة